نواصل الحديث وعندنا عدة مواضيع الموضوع الأول مواصلة في الحديث عن الطرق الصوفية وكنا قد بدأنا الحديث عنها طريقة طريقة وبدأنا بأكبر وأوسع الطرق انتشارا في العالم للأسف الشديد وهي الطريقة التجانية الصوفية لمؤسسها أحمد التجاني وتكلمنا عن الفصل الأول في الكلام عن الطريقة التجانية وهو الكلام عن الأذكار والأوراد المبتدعة المضلة للطريقة التجانية وما زال الكلام عن أوراد الطريقة التجانية واليوم نتكلم عن صلاة الفاتح أو كما يسميها التجانيون صلاة الفاتح لما أغلق ونزن ما جاء في صلاة الفاتح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح رحم الله الجميع هذا كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني ورد فضل صلاة الفاتح في هذا الكتاب ستة مرات وده الفضل العظيم أن جرى التجانية من راسهم في هذا الكتاب بعد ذلك ممكن تكون وردت في أماكن أخرى لكن ده الفضل الأكبر ورد في ستة مرات في هذا الكتاب الصفحة سبعة وخمسين من جواهر المعاني وبلوغ الأماني الجزء الأول قال الشيخ أحمد التجاني قال ثم أمرني أي الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى صلاة الفاتح لما أغلق فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها وطبعا سبق الكلام إن التجانية زي بادي صوفية بيعتقدوا إن الرسول بيجيهم عديل في الديوان لا في النوم زي ما ورد في السنة الصحيحة ولا حاجة صوفية بيطفر بيغادي بيقول الرسول بيجينا عديل كذا وده كذب لأن النبي عليه الصلاة وسلام مات ربنا سبحانه وتعالى قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات وإن الله حي لا يموت ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما اتأ أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية موضوع انتهى طيب ودفنوه عليه الصلاة والسلام وصوف البليد ذاته لو لقى قلوش حج ما بيقول لك ماشي الكعبه حج بيقول لك ماشي قبر النبي ما سأقول تماما وتقاعد مع شاخك في الديوان لكنه تناقض أهل البدع جميعا أي مبتدع متناقض أي مبتدع شو بالنصارى مثلا قال عيسى الله ثاني لف ورجع وقال ود الله ثاني لف ورجع وقال الله وعيسى الله والروح القدس الله ثلاثة الله ربنا قال لهم كلكم كفار قالوا الله والقال ود الله والقال سالث سلاسة كلهم كفار فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآيتين ديل ببينوا لك إن أهل الضلال متناقضين لأن قالوا هو الله الله هو المسيح ابن مريم وتاني قالوا ثالث ثلاثة ده تناقض ربنا قال لهم القول الأول كفار وبالقول الثاني كفار فدلت الآيتان على تناقض أهل الضلال عموما المهم بعد ذلك قال فلما أمرني صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليها سألته عن فضلها عن فضل صباة الفاتح دحمد التجاني قال بتونس مع النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها يعني تقرى صلاة الفاتح مرة واحدة بس واحدة بس أن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ستة مرات قرآن كله يعني صلاة الفاتح تقرى مرة واحدة أخير لك مما تقرى القرآن كامل تختم من الفاتحة للناس ستة مرات دقال في المرة الأولى أها المرة الثانية أحمد التجاني قال ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة من صلاة الفاتح يعني تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة قال الرسول قال لي المرة التانية صلاة الفاتح دي تعادل الأذكار كله والأدعية الصغيرة والكبيرة وتعادل قرآة القرآن كاملا ستة ألف مرة بس تقرى صلاة الفاتح مرة واحدة والكلام دا كفر بالله سبحانه وتعالى كفر أكبر مخرج من الملة لأن صلاة الفاتح دي ما عند علاقة أبدا بالقرآن ولا جات ولا عند علاقة أبدا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال أحد من الصحابة ولا قال أحد من التابعين ولا قال أحد من تابع التابعين ولا لأئمة المرضيين ولا لأئمة الأربعة لا أبو حنيفة قال لا الإمام مالك قال لا شافعي قال لا الإمام أحمد قال ما في أحد قال نجرى الصوفدة من راسه وعشان يصدقوا قال الرسول بجني في البيت وقال لي المرة اللولة تعادل أفضل مرغان ستة مرات والمرة الثانية تقرى مرة وحد صلاة الفاتح تعادل ستة ألف ختمة من القرآن ده معناته شن يا جماعة الكلام ده معناته ما في مسلم يقرأ القرآن أبدا تدوروا صلاة الفاتح بس قرآن ما في تدوروا صلاة الفاتحة القال أحمد التجاني لأن صلاة الفاتحة اللي هي كلام أحمد التجاني أفضل من كلام رب العالمين بستة ألف مرة ده الكلام ده يا ناس كلام ده أقول له خطير يا ناس ده أخطر كلام أما الرد عليه من الكتاب قوله آيات كثيرة قوله تعالى عن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد الله قال القرآن ده أحسن الحديث أحمد التجاني قال لا كضب كضب القرآن الآية دي من القرآن صالة الفاتح بتاعته تجرى مرة وحدة زي قرية القرآن كامل ستة ألف مرة صالة نجرى من رأسه وبعد ناس يمشي بارو العواليق والدلاليق ذا من التجانية والله دي وحدة تكفي لبيان وزندقت وكفر العقيدة التجانية الصفية في السودان وفي كل العالم ذلك يقول عنده كلام نجر من رأسه سمى صلاة الفاتح الله يفتح رأسه سمى غيره يقول ده أفضل من القرآن ستة ألف مرة وبعد يجي ولك في التلفزيون كرامات سيدي الشيخ العارب بالله مين 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 ابن التجاني كرامات مين 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 ابن الفلان الفلاني الكباشي الصوفي أو غيرهم النازل بحارب في دين الله الصوفية بحارب في دين الله ألا فليبلغ الشاهد الغيب الصوفية بحارب الإسلام وبعد يجي جبهجي جبهجي مرضان يجيبه في حلقة طبعا شبعان يترع في التلفزيون يكرع مجرم يقول لك طبعا الإسلام في السودان هو الإسلام الصوفي وقد أدخل الإسلام التصوف كذب الإسلام أدخل عبد الله بن نبي السرح الصحابي مش الصوفية سنة واحد وثلاثين هجرية وأول صوفي داعية شرك وضلال دخل البلد سنة تسعمية خمسة وثمانين تقريبا وهو الشيخ تاج الدين البهاري شيخ الطريقة القادرية القادرين الجمين بغداد بعدي وطوالي بعد القادرية جاد الطريقة الختمية سنة ألف ومية وكسر جابوا ناس الحكم السناي جابوا بسين أردية ناس علي المرغني وداخلين عرفته؟ بعدي طوالي دخلوا باقي الطرق سمانية وخيرهم بعد داك في طرق طلعت جديدة جديدة كارت ناس الروكيني وداخل بتعميحايته شنو؟ بيبسيوا حاجات تانية قلت أدب دا كل شغل جديد دي صوفية في رش صوفية كده صوفية كده يعني قال لك؟ جديدة وصوفية يعني قال قال بتاع الجريدة سأله قال لاش يا خلمين؟ طريق تكديف يا بنات ما كويسات قال لاش صحي لا قال له قال لاش يعني كده فتيل دخلوا بطرق أشان يستقطبوا الشباب وأنا بكلم شباب بكلم شباب الاختلاط مع البنات حرام والزنا حرام والدعارة حرام وده كله حرام لكن ما تمشي تجمع بين الحرام دا وبين الشرك بالله وتبقى صوفي تعتقد العقيدة الشركية بتاعت الطرق الصوفية انت رايش شنو في الكلام دا نتحدى تجاني على وجه الأرض ولا تحت الأرض يورينا رايش شنو في الكلام دا انو صلاة الفاتح أفضل من كتاب ربنا القرآن الكريم بستة ألف مرة يورينا كلام دا رايش شنو الصفحة كم سبعة وخمسين وليسا تاني جابوا فضلها في الصفحة تمانية وخمسين وعشان ما تقول لي الكتاب دا يمكن ما حقنا ما حقك الكتاب دا التجانية قالوا دا كتب أملاو الرسول على أحمد التجاني وأحمد التجاني جابوا على علي حرازم الكتب الكتاب دا من إملاه أحمد التجاني حتى ألفوا قصيدة ذكرناها قالوا الرسول قال دا كتابي زاة دا حقي أنا قالوا وقال المصطفى فيه هذا كتابي وعنذا ألفت للأحبابي ياهو دا الكتاب دا جواهر المعاني وبلوغ الأماني هذا الكتاب صفحة تمانية وخمسين قال شنو قال وسألته رضي الله عنه دا علي حرازم قال سألت أحمد التجاني طبعا رضي الله عنه لأن الرسول بيجيوم قالوا عديل في الدوان معناة بيقول صحابة عشا كده بقول لك رضي الله عنه سألت عن صلاة الفاتح لما أغلق لأنها خالي عن السلام لأمر أوجبه فأجاب رضي الله عنه بقولي وأما سؤالكم عن صلاة الفاتح لما أغلق إلى آخر فإنها وردت من الغيب على هذه الكيفية وما ورد من الغيب كماله ثابت خارج عن القواعد المعلومة ليست من تأليف مؤلف يا سلام أها ورأى هذا أن كيفيات وردت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخالية من السلام وهي كيفيات نبوية متعبد بها فلا التفاة لما يقوله الفقهاء والسلام وخالي الفاتح لما أغلق أمر إلهي لا مدخل فيه للعقول فلو قدرت مئة ألف أمة اسمع الوهم ده كيف فلو قدرت مئة ألف أمة كل أمة مئة ألف قبيلة في كل قبيلة مئة ألف رجل مئة ألف رجل وعاش كل واحد منهم مئة ألف عام يذكر كل منهم في كل يوم ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير صلاة الفاتح لما أغلق وجمع ثواب هذه الأمم كلها في مدة هذه السنين كلها في هذه الأذكار كلها ما لحقوا كلهم ثواب مرة وحيدة من صلاة الفاتح لما أغلق في البخاري حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ذا صحابي قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليكم أهل البيت دا لما نزلت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصحابة قالوا السلام عرفنا كيف هذا عليك يا النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي لأن الآية أمرت بي اتنين صلوا عليه واشنوه وسلموا تسليما أشان كده الإمام النووي قال في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تجمع بين الصلاة والتسليم فالصحابة قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه طيب لحد دينا قبل ما نكمل الحديث ده معناته شنو الصحابة يجي للنبي يقول ليه كيف نصلي عليك ربنا أمرنا بالصلاة لكن كيف يا رسول الله علمنا معناته ما يجوز لأحد ولو كان صحابي ولو كان أبو بكر وكان عمر أو كان عثمان أو كان علي رضي الله عنهم جميعا ما يجوز لهم يألف صلام الرسم على الرسول صحيح ولا ما صحيح صلى الله عليه وسلم لأنه جو قالوا يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك فلو كان بجوز ما كان جو قالوا للرسول علمنا كيف نصلي كان يزل اخترع صلاة فإذا ما جاز للصحابة وهم أفضل البشر بعد الأنبياء فكيف يجوز لأحمدتياني الصوفي أن يألف الفاتح واللغيرة كيف يجوز له فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا تعليم ما قال لهم أمشو أي زول يألف من الرسول أي يدم على إن الصلاة على رسول الله كعبادة عظيمة جدا ما بجوز إلا إذا عليها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صلي على محمد في ناس بجدوا لا سيدنا هو سيدنا لكن سيدنا قال لما انت صلي يقول اللهم صلي على محمد يبقى انت ما بتتفلسف تقول لا الرسول النساء نحن نحشر هنا لا 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 في الوحي ما بنسى النبي عليه الصلاة والسلام وما كان ربك نسيا المهم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دي رواية في البخاري رواية أخرى رواية أبي حميد أصبر أبي حميد الساعدي أيضا في البخاري قال قولوا لما قال له كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارق على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وجب رواية كثيرة صحيحة تمسك واحدة من الرواية بها وتشكل بنات الأفضل كل مرة تمسك واحدة وصل بها على النبي عليه الصلاة والسلام واتفق العلماء جميعا على أن أفضل صلاة يصلي بها المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية التي ذكرناها في حديث البخاري وما أجوز تجيب صلاة من راسك دواهم ساكت ألف أمة وداخل ألف أمة ألف قبيلة وفي كل قبيلة من الألف قبيلة مئة ألف رجل وفي كل مئة ألف رجل صلى مئة ألف صلاة دوا كله كذب بتاع صوفية وهو الساكن طيب وأيضا وردت في الصفحة 59 قلت لسيدنا رضي الله عنه وده كلام خطير جدا جدا لأنه صلاة الفاذح دي الرسول ما وره للصحابة ليه ده ما سؤال صحيح ولا ما صحيح سؤال قوي وحجة بالغة أحمد تجاني قال ده الرد على الشبه دي أطيّن زيادة قال قلت لسيدنا رضي الله عنه ده علي حراز بيسال أحمد تجاني وهل كان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عالما بهذا الفضل المتأخر في وقته فضل صلاة الفاتح الوهم ده كله إن تساوي القرآن ستة ألف مرة تساوي القرآن ستة ألف مرة قال لا أحمد تجاني الفضل ده الرسول كان عارف قال نعم طبعا لو قال لا كان بكفر ولو قال نعم برضو ضل ليه لأن يا جماعة لو علموا النبي كان شنو كان بلغوا كما روى مسلم بالصحيح من رواية أبي عائشة مسروق رحمه الله قال كنت متكيا في بيت عائشة أم المؤمنين فقالت ثلاث من حدثك بهن يا أبا عائشة فقد أعظم على الله الفرية من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية ومن حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وذكرت الأدلة من كتاب الله على الثلاثة مسائل أي زول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كتم حاجة وما بلغه ده أعظم على الله الفرية والافتراء هو أشد الكذب مش الكذب أشد الكذب فأحمد التجاني ده من أشد الكذبين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم طيب الرسول له علم صلاة الفاتح وهي أفضل من القرآن بستة ألف مرة ليه ما ورانا ليها ليه وله كان جبريل يجي عارض القرآن ويدرس القرآن في رمضان في كل عام مرة فلما العام الذي توفي فيه جضاعف ذلك لا وكان الدارة صلاة الفاتح بتاعت أحمد التجاني قال نعم أها هو عالم به قلت ولما لم يذكره لأصحابه رضوان الله علي مجمعين لما فيه من هذا الخير الذي لا يكيف قال منعه أمران قال الرسول ما علم دسة صلاة الفاتح لسببين أها السبب الأول أحمد التجاني أنه علمه بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أخير وما في أحد كان مناسب من الصحابة أنه يصر على يدين صلاة الفاتح العظيمة العظيمة الشأن عند التجانية معناه تحمد التجاني أعظم منه من أبو بكر الصديق ومن عمر ومن عثمان ومن علي ومن طلحة ومن عبد الرحمن بن عوف ومن سعيد بن زيد ومن سعد بن بي وقاص أعظم من الصحابة كلهم الوسيخة لسم محمد التجاني هذا هذا كلام باطل يا أخ النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الكذب لأحمد التجاني والتجانية في جميع العالم فقال كما بالصحيح قال خير الناس قرني الصحابة الصحابة خير الناس ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وربنا أبطل هذا الكلام كان التجانية ما يعيش في وهم ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين كلهم والأنصار كلهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار ده الصحابة المهاجرين والأنصار قال والأمر التاني أنه لو ذكر لهم هذا الفضل العظيم في هذا العمل القليل لطلب منه أن يبينه لهم لشدة حرصهم على الخير ولم يكن ظهوره في وقتهم فلهذا لم يذكره لهم كلام فارق وكلام باطل ساكن الصفحة 61 قبل الآخرة قال فائدة في بيان تضعيف فضل الفاتح لما أغلق يعني بتضعف حسنات أكثر من أي ذكر وأكثر من القرآن ذاته أها قال سيدنا رضي الله عنه التجاني اعلم أنك إذا صليت بصلاة الفاتح لما أغلق إلى آخر مرة واحدة بس كانت بستمائة ألف صلاة من كل صلاة وقعت في العالم من جميع الجن والإنس والملائكة ثم ده قال لك كم بكم ستمائة ألف صلاة من صلاة الملائكة والجن والإنس الإنس يقول فيهم شنا جمع فيما المرسلين وفيما الأنبياء وفيما الصحابة البقرة صلاة الفاتح مرة واحدة ده قال لك أفضل من ستمائة ألف صلاة للأنبياء والرسل والملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل بس صلاة الفاتح مرة واحدة شاكد التجانية اللي لا شايفين نبيسهم أفضل من الملائكة وأفضل من الرسل وأفضل من محمد صلى الله عليه وسلم بل كلام الفارغ ده الكلام الباطل ده والكذب ده طيب قال ثم إذا ذكرت الثانية كان فيها ما في الأولى إذا ذكرتها مرة تانية كان فيها الفضل الأول كذب الأول ده وصارت الأولى بستمائة ألف صلاة من صلاة الفاتح لما أغلق ثم إذا ذكرت الثالثة فيها ما في الأولى من الصلوات ويزاد لها الفاتح لما أغلق ستمائة ألف مرتين فهي إثنى عشر ألف مئة ألف ثم سر على هذا التضعيف إلى العشرة ثم إلى مئة وواحدة كان في الواحدة ما في الأولى قبلها وفيها صلاة الفاتح لما أغلق ستمية ألف مضاعفة مئة ألف وذلك ستون ألف ألف من الفاتح لما أغلق وسر على هذا المنوال إلى ألف وواحدة فيكون فيها ما في الأولى يعني من الألف وفيها ستمية من الفاتح لما أغلق ألف مرة مضاعفة وذلك ستمية ألف ألف وهكذا على المنوال وهذا الضابط إلى أن قال كلام باطل كثير قال وحدثني شيخنا قال 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى علي أحد بأفضل من صلاة الفاتح لما أغلق دروا أمنوا دروا أمنوا أحمد التجاني قال نجيب دليب كبير في النهاية قال أقول لكم حاجة كما تغلتني كثير الرسول قال لي ما صلى علي أحد بأفضل من صلاة الفاتح لما أغلق وحينك في صحيح البخاري الله نزل الآية من السمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصحابة قال لي كيف نصلي عليك قال لهم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك إلى آخر اللهم بارك على محمد وعلى آخر الدوم دي يعني الرسول أدى الصحابة وحده ما يهاء القوية القوية ختالة تجانية ودفع تكذيب من الصوفيع وساد التجانية خصوصاً لله وتكذيب منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرفتك كلام ده كيف وده كلام كذب والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن كذباً علي ليس ككذب على أحد وإنه من كذب علي متعمداً فليتبوى مقعده من النار طيب التجانية عندهم شبهة في صلاة الفاتح قالوا صلاة الفاتح دي نحن جبناها من تفسير ابن كثير وطبعاً أحمد التجاني شبها دي ذاته ما لقاه دي جابوه التجاني أسع أحمد التجاني قال الرسول ذاته قال لي الموضوع انتعه قال رواه منوه رواه أحمد التجاني أخرجه منوه أحمد التجاني من رواية منوه أحمد التجاني بس ما دغلتوني دي ذكرتني حقاد محمد المن إسماعيل بده حنصار السنة طبعاً وحد لما نكون داري فكاليو كطبة ودليبة كبيرة ما بيقول لك رواه أو في الكتاب الفلاني أو التسجيل أو المرجع الفلاني يقول لك كلمني أنا خلاص انتهى الموضوع طبعاً كلمني أنا دي دي تصدقك كيف بس كده لما ننصار السنة داري خرج على الحكومة في مسجد المزات صار السنة بتاعنا الإصلاحة دي خوارج كلهم الميم دارين يخرجوا عملوا ندوة كبيرة جابوا ملتوفات يا زول داري ضروقي ناس الحكومة خطوه في راس مسجد المزات بفوق جاءوا محمد ألمان إسماعيل يشاني حل الله ما حرم الله الخروج على الحاكم مش خروج ده كان خروج بسلاح بملتوفات يا زول بسلاح وده أشد من أشد أنواح الخروج على الحكام فقال قال سمعت بأذني هاتيني حدثني أو كلمني الشيخ بن عسيمين قال الحكومة لا تعطى الحكومة إلا المساجد قال لا تعطوها لها كذاب 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 يا أخي والعلماء قالوا الحاكم لو أخذ مالك وجلد ظهرك بنص الحديث النبوي في صحيح مسلم ما تخرج عليه بل ذهب بعضهم قالوا لو منع الصلاة جزء الخروج بعد توفر الشروط من إعداد العدواء إلى آخر لكن لو أخر بحيث لا يخرج وقتها بعضهم قالوا اطيعوا لأنه وقتها ما خرج لكن لو يخرج وقتها ما اطيعوا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإزول كذاب فقالوا الكلام ده موجود في ابن كسير الموجود في ابن كسير أثر طويل على العنب لبي طالب ما عنده علاقة بصلاة الفاتح ولا على ابن بي طالب سمى صلاة الفاتح لكن فيه كلمتين مو الجملة كلمتين بس أو كلمة ونص قالوا خلاص دي كل هايدي ودي ماهي طيب والأثر ضعيف ابن كسير قال ضعيف الصف بيقراها لحد النص ما بيقراه ان ابن كسير قال لك الأثر جبتوا أنا دا بضعيف ما صحيح ما بيقراه دي طيب قال حديث آخر موقوف رويناه من طريق سعيد بن منصور ويزيد بن هارون إلى خيره حدثنا سلام الكندي انتبه للحطة دي سلام منه الكندي ان علي رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء اللهم داحي المتحوات هذه صلاة الفاتح لحد دينا لا وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوام بركاتك وفضائل آلاتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق دي لك المتين أها والمعلن بالحق الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاتطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك غير نكل في قدم ولواهن في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاز أمرك حتى أورا قبسا لقابسه ألا الله تصل بأهل أسبابه به هدية القلوب بعد خوضات الفتن والإثم أو الإثم وأقام موضوحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيد يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق وبعيثك مكتوب كده نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك إلى آخر دا كله بصلاة الفاتح فيه كلمتين قام قالوا دا طيب ما تجيبوها زي ما زكرت بس لأنه لقوا كلمتين طيب يا أخي قول دا كلها صلاة الفاتح بس شان ما نجاد الكتير أهل حال شنو ابن كسير انتهى قال هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه وقد تكلم عليه بن قتيبة في مشكلة الحديث وكذا أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا 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 أن في إسناده نظراء دا ابن كسير اجهب القصة ذات نسف لك وده مصطلحات العلماء في التضعيف حديث ضعيف أها هذا مشهور إلى أن قال قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وده ابن كسير مزوج بتو أها قال سلام الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك عليا هذا تضعيف تاني ابن كسير اجهب القصة وقال لك القصة ده ماله منتهي ضعفه وضعف نسيبه أبو زوجته الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى وده الشبه بسهل بيعتمدوا على تاني ما عندهم حالي